السلام عليكم برجات الكم الحلقة الجديدة واستكمال teach human ذوي الشعر الملون وعلقتهم بالنفيد طبعا قبل كيش خلونا نبدأ طبعا احنا بدائنا بالشعر الاحمر وجوبنا على امثلة ومن ثم بدائنا بالشعر الازرق وجوبنا عليه himself قبل ان اتخذ في علقة الاحمرahi بالأزرق لانا بعد ان اتقل الى اصحاب الشعر الابيض في الحلقة الجاية لكن قبل ان اتقل في الاحمر والازرق وعلاقتهم بالعاوة أنا لما قلت جين تو كي من انئي جن تامان في الحلقة اللي فاتت انه من اصحاب الشعر الازرق لان هذا صار لت steeling انا شكيت للي وشح هوا جين تو كي في توتير peleان وش هالقه جين تو كي بالشعر الازرق فلحت بحث فلقيت كثير من المواقع مصرفة جين تو كي من الشعر الازرق عند配 solchen جين تو كي في بعض المشاهد وفي بعض رسومات وفي بعض فان اいます في بعض المنقات الملونة راح تشوف لمحة الزرق على شعر مثل أصحاب الشعر الأسود الماء للأزرق وأصحاب الشعر الأبيض الماء للسماوي نقدر نقول فأنا أشوف كينتوكي وهو اللي اسمه روح الفرضية لأن حتى في البداية ما قال لذاك أنت كينتوكي قاله مش كينتوكي كينتوكي معناها روح الذهبية أنا كينتوكي روح الفرضية لأن لو كان اسمي كينتوكي راح أرفض إنشاء هذا المسلسل طبعاً اللي شاف كبما وح يعرف لاش كينتوكي قال هالكلمة خلوني أشحها لكم طبعاً لي مال علاقة بالحلقة بسالي شي جميل لازم أقوله كينتوكي تينتما طيب اللي هي كينتوكي روح الفرضية كينتما أعتقد اللي هي القوانين الفرضية سمعناها كذا أو الأخلاقيات الفرضية أو المقدسات الفرضية لا أكثر من شاف لما نجي إلى كينتوكي كينتما كينتما معناها القوانين الذهبية الأخلاقيات الذهبية أو المقدسات الذهبية لكن في اللغة اليابانية السلينك السلينك اللي هي لما نقول أوفع علومك لأن لما يفهمونها غلط تفهم بمعنى قذر اللي يفهم شنو المعنى القذر يوجع الحدث جداً قذر وغير مقبول يقول يابانيين ينتق دونا يعني ينتق دونا ينتق دونا لما أحد يفهم كينتما بالمبدأ هذا يعني عيب 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 المعنى يصير فهو قال أنا لو اسمي كينتوكي كنت بفض إن شاء المسلسلة بيصير اسمه كينتما بعدها عالعموم فلما نقول فرضي فعلاً الفرضي هو اللون الرمادي إلى الأبيض وما لا علاقة بالأزرق لك زي ما قلت لكم تصنيف المواقع له وتصنيف التصويت في تويتر هو اللي أدرجه في القائمة وما أقدر وطلع لأن المواقع ثبتت يعني في بعضهم قال لي مثلاً في الأحمر ليش محطيت كوكو؟ لأنه اساساً شعر اسود هو تحوى الأحمر فما يعتبر من الأحمر وعالعموم كينتوكي رح يدخل في قائمة ذوي الشعر الأبيض الحين شنو علاقة أصحاب الشعر الأزرق بالأحمر؟ لهم ثلاث علاقات في بعض الأولى أخوان أخوان أشقاء هذا الشعر أزرق وهذا الشعر أحمر ولما يجي الأخوان قبل واحد الثاني لما يجي الأخوان في الأشقاء وفيه اللي صدقتهم وصلت إلى مرتبة الأخوة الثانية أعداء يكرهون بعض يتمنون الموت للبعض وأكوى مثال كان وقتها من لعبة جيمينج اسمها كينغ وفايتر كان فيها شخصيتين واحد شعر بني لكن شعاره اللي هو قريب للأحمر واللي هو الشمس والثاني شعره أبيض وشعاره قريب إلى القمر لكن هذا ضرباتها حامره وهذا ضرباتها زرقه يعني نجيبينها بها الطريقة وفيه الصديق اللدود العلاقة الثالثة أنه مثل صديقة في بينهم احترام لكنه في نفس الوقت عدوه أو منافس له يعني لو بجيبك أني بقول شانكس وميهوك صديقة اللدود والعلاقة الرابعة أن كل واحد فيهم يمثل مبدأ مو بأصدقاء مو بعداء مش متنافسين لكن أنا نمثل مبدأ اليمين وتمثل مبدأ اليسار في الأنيميات الكثير جابوا عن علاقة الأحمر بالأزرق وأنا طرحتها كتصويت في تويتر التفاعل في مكان قوي فراح أعطيكم رأيي الشخصي أنا الحين اللي يشوف أنه فيه أشي أفضل يقولها في الكومنت وممكن يذكرها في الحلقة الجاية طبعا قبل أن أذكر لكم الأمثلة أنا قلت أن فيه علاقة ما بين فرانكي وكابتن كيد في الوامضات من ون بيس بناء على النظرية هذه كون فرانكي شعر أزرق كابتن كيد شعر أحمر لما نجيب صورهم وهم صغر تشوفون أنهم كبيب بيست من بعض واثنين لهم علاقة بالحديد والميكانيكا والأشياء هذه كابتن كيد بقوة المغناطيس اللي عنده قاعد يسوي كأنه آلات وفرانكي قالوا أنه ابن قوصان من قبل فشطحت في الوامضات حقتي وقلت أنهم أخوان بناء على الأسطورة هذه علاقة الأحمر بالأزرق طبعا ما أقدر أدخلهم أنا في التصويت هذا لسبب أنهم مبينت عشان أدخلهم مع بعض في أنيمي ماكي عندنا موجانة وأيضا علاء الدين شفتم موجانة كيف تحاول تساعد علاء الدين هي تمثل شيء وهو يمثل شيء لكن صايرة مثل الأخوان الآن صاروا مع بعض مثل الأخوان الغير أشقاء فجابوها كتمثيل جميل لكن ما كانت قوية لهالدرجة لكن جابوها كتمثيل جميل عندنا أيضا من أنيمي ريزيرو مبدأ الأشقاء الأخوات اللي هي الغول الأحمر والغول الأزرق وجابوها بكامل أسطورتها الغول الأحمر وغول الأزرق فجابها بشكل جميل مرة 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 وعشان كده يستحق أن يذكر في الحلقة هذه في المركز الثاني كوكو نو باسكت كوكو نو باسكت جاي بشخصية كلها لها ألوان كوكو نو باسكت لا تستغبونكم تشوفون أهو وماقي في أغلب حلقات السلسلة هذه لأن كل شخصية لها لون فنجي لكوكو نو باسكت كوكو مع أميني دايكي وكوكو مع أكاقامي أو أكامين نسيت والله اسمها أكامين إلا أكاقامي كلها أنسى اسمها على العموم واحد منهم تجمعه معاه صديق لدوت والثاني منهم تجمعه معاه أخوه ومساندة يعني مثل شيين مع بعض جابوهم مع بعض بشكل جميل كوكو نو باسكت في المركز الأول بالنسبالي وهو اللي ما جابها بطابع غريب جدا ودمجها كلها أنيمي فيري تيل علاقة إيرزا وجلل إيرزا وجلل وهم صغر كانوا مثل الأخوة الأشقاء ومن ثم أعداء ومن ثم صديق اللدود لا يعني ما هي بقادرة تثق فيه لكن اللذات في لها علاقة ومن ثم وجعوا محبين يحبون بعض وأيضا كل واحد فيهم يمثل جانب يتمثل جانب بمبادئ اللي هي النقابات اللي غير مظلمة وهو يعتبر من النقابات مش المظلمة اللي تقاتل النقابة المظلمة لكن لسه مش معترف فيه علاقتهم مع بعض واللي مثلونهم مع بعض أنيمي فيري تيلس تحق المركز الأول وبجدارة طبعا كثير قال يجمد قد تدقون بول في الأحمر وفي الأزرق وفي الأصفر أيضا لأن الشعر الأساسي هو الشعر الأسود والبشرة الشاحبة قليلا كذا نكون عن هينا الأحمر والأزرق وعلاقتهم ببعض ننتقل في الحلقة الجاية إلى ذوي الشعر الأبيض هذا حسابي في تويتر عشان لما أسوي الاستفتاء كنون موجودين وتشحون لي شخصيات وأيضا هذا حسابي في السناب شات اللي يبغي يتابعني وفي النهاية شكرا جزيلا لكل من دعمنا لحسابنا في البيبال فوقه إيميلي اللي يحب يعمل إعلان دعاية رعاية أو أي شيء آخر وقلوا معي كلكم في النهاية سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله لا تستغفق واتوب إليك لا تستغفق واتوب إليك لا تستغفق واتوب إليك شوفكم